بعد تدور القضية المعروفة إعلامياً بقضية طالب الرحاب التي قربت الأربع سنوات داخل أوروكة المحاكم وهي القضية التي شغلت الرأي العام نظراً لبشاعة تنفيذها أزدلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس الستر عليها بالإعدام شنقاً لوالد حبيبة والمؤبد للمتهمة حبيبة أشرف والسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين اتخذت قضية طالب الرحاب المتهم فيها والد حبيبة طالبة الجامعة البريطانية مصرها الطبيعي من التحقيقات في النيابة العامة وانتهاءها وبيان الدوافع وراء ارتكاب الجريمة ومن ثم تحولها إلى محكمة جنايات القاهرة بالعباسية وبعدها رد المحكمة لتنتقل إلى جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بدأت قضية طالب الرحاب الذي قتل على يد والد حبيبة في عام 2018 وذلك عندما نشر شقيق المجني عليه بوست على الفيسبوك يعلم فيه اختفاء شقيقه عن منزله وبعد حوالي إسبوع من الاختفاء تم حل اللغز بوجود جثة مدفونة داخل شقة بمنطقة الرحاب بعد أن انبعثت رائحة كريهة من الشقة المدفون بها وهو ما دفع عدد من الأهالي للإبلاغ عن الوقاعة وسرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة عن تفاصيل القضية وتبين إن المتهم فيها ولد حبيبة وإن وراء مقتل طالب الرحاب بمساعدة ابنته حبيبة خطبة المجني عليه وعدد من المتهمين وذلك لإن المجني عليه كشف أمر المتهم الرئيسي وهو تزوير بطاقة شخصية وإنه هارب من أحكام بالسجن المؤبد والمشدد في عدة قضايا وبدأ فيه مسومته بأغز مبالغ مالية حتى يتسطر عليه لم يردخ والد حبيبة لطلبات المجني عليه طالب الرحاب طالب بإعطاءه مبلغ مالية حتى يسكت ولكن طلب من نجلته أن تستحبه لشقته في منطقة الرحاب حتى يتخلص منه ويقتله ويدفنه بداخلها ومن هنا بدأت القضية في مصارها الطبيعي داخل أوروكة المحاكم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وتوجيه قضية القتل العمد للمتهمين حاول دفاع المتهمين وجود العديد من الصغرات لإخراج المتهم الرئيسي من القضية وذلك بطلب تقرير من الطب الشرعي بأن المتهمة حبيبة ليست عزراء وأن هذا هو سبب القتل ولكن الأدلة والبراهين جماعة أكدت عكس ذلك لأن المتهمة حبيبة قدلت في التحقيقات بأنها على علاقة غير شرعية منع المجني عليه لمدة 8 سنوات وأهلها على معرفة بتلك العلوقة وبعد تقدم دفاع المتهمين بمرافعته وتقدم الأوراق التي أثبتت إن حبيبة بك وكان من الممكن أن تخفف الحكم عليها أزدلت المحكمة اليوم الخميس استطار على القضية بشكل كامل وقضت بإعدام والد حبيبة والمؤبد لحبيبة طالبة الجامعة البريطانية والمشدد من 3 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين وبعد صدور الحكم أخذت المتهمة حبيبة في الصراخ داخل الأفص مرددة عبارة أعدو مني أنا وبلاش بابا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر